أحمد العنزي كيف شفت اليوم اللقاء ببادر لي تعليق جانبي من جانب إيجابي وجانب سلبي الجانب الإيجابي أن النصر حقق المهم وهو ثلاث نقاط وأنا متأكد أن النصر ينتظر مباراة العدالة ومباراة الفيحة ست نقاط يجب أن يحصل عليها قبل فترة التوقف النصر يعاني من الشكل الهجومي أي نعم يفتقد للحلول أي نعم أعتقد هل هذا كل ما لديه السيد جاريسيا أنا أعتقد أنه إذا كان هذا كل ما لديه هناك مشكلة كبيرة اللي أنا أقوله بوضوح أنه شفنا اليوم جستافو كيف ضغط واتخذ قرار فردي وسجل هدف سلطان الغنام أيضا مجهود من كونان إلى سلطان الغنام أيضا أي من يحيى من خارج الصندوق كل هذه أنا أعتقد مجهودات لعبين أنا ما شفت شغل مدرب بشكل واضح وصريح أنا اليوم أي نعم النصر يتحسن النصر جيد أتفهم هناك غيابات أتفهم أنه الهداف أو أن يفترض أن يكون هداف الفريق غايب عن مستوى وبعيد عن فورمة المباريات أو حساسية التهديد ولكن أيضا على المدرب أن يجد الكثير من الحلول النصر يفوز أي نعم ولكن صدقني لو يقابل أنديا منافسة أيضا سيعاني على هذا المستوى لذلك أنا أعتقد أن مباراة العدالة ومباراة الفيحة كل ما على الفريق أن يحصل على الست نقاط فترة التوقف مع عودة مشري بوف وعودة بيتي سيكون هناك حلول أكثر على الأطراف وأعتقد أنه ربما تنحلل كثير من المشاكل بالمجمل النصر يحقق المهم ولكنه كمستوى لا زال بالنسبة لي غير مقنع بشكل كامل خالد السعود شكرا